السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت بتربي العصافير في البلكونة يبقى لازم في فصل الشتة تاخد بالك كويس جدا من طائرات الهوى والساعة والمطرة اللي ممكن تنزل عليهم يعني لازم ان انت تحوط القفص بتاعك بالمشمع زي ما رحيتك شايف كده ما يهمكش بقى الشكل معلش يعني انت تستحمل كم شهر بتاع الشتة دوت وما يهمكش شكل القفص بقى دلوقتي يعني زي ما احدكم شايفين كده انا بديل من الجناب كرتون وابدي من قدام المشمع يبقى ده اول حاجة التي تحافظ بها على عصافيرك اللي هو المشمع علشان خاطر طيارات الهوى علشان خاطر العصافير اللي ما بيجي لها البرد يعني الموضوع بقى صعب جدا ولا تخش بقى في موضوع العلاج وتعليجهم ازاي وتلاقي العصور واقف كاشش ويمنع الاكل وحاجة صعبة جدا يعني طيب غير بقى موضوع طيارات الهوى كمان الاسهال بناخد بنا برضو عشان خاطر بيكتر الاسهال في فصل الشتا اول حاجة بالسبب المية المية انت لما فصل الشتا بتغير لهم المية بقى ايه بتقول ان المية ما بيستلكوش مية كتير فبتلاقي نفسك بتكسل ان انت تغير المية وبتعلق المسأة وتسيبها بالاسبوع وده بيبقى غلط لان بتعمل جوا طبقه خضره بقى فيها فطريات وبكتيريا وتلاقي ان العصفور نفسه ما بيرحبش ان هو يشرب المية ما بيكون لحيتة وحشة ومعفنة بذات الكوكتيل ولكن هيدطر ان هو يشرب منها لما هيعتش فلما هيشرب منها هنا طبعا انت كده خلاص ازيت العصفور وهيجيله اسهال طيب ايه التاني غير المية الارضية بتاعت القفص او الدرج بتاع القفص اليازم تاخد بالك برده كويس جدا ما تكسلش ان انت تنظفه دايما كل يوم تاخد الدرج وتنفضه تنفضه كده على جنب وعلشان خاطر الدرج ثم هو انضيف العصفور مش هيجرره حاجه ازاي الدرج لما بيكون متسخ وانت بتكسل ان انت تغير الدرج او تنفضه بيبقى فيه فضلات الاكل فضلات الطعام بتاعتهم وكمان طبعا بيتبرزوا عليها تلاقي لو انت كسلت ان انت تحط الاكل ليهم او مفيش قدامهم اكل بيعملوا بقى ايه بيبدأوا يلقطوا من الارضية من الدرج طبعا الدرج هنا فيه اكل مش نضيف الاكل متسخ وكمان ممكن يكون بيت 3 اربعة ايام وكمكم فهنا على طول العصفور بيعية العصفور ضعيف مهما كان يعني ما بيستحملش اي بكتيريا تخش جواه او فطريات فطبعا هنا اول ما هيبدأ يلقط من الارضية هتبصل العصفور معاك تعب يبقى اهم حاجة المية واهم حاجة كمان موضوع الدرج طول ما المية نظيفة والدرج نظيف وبتقدم لهم الاكل يكون نظيف وصحي هنا العصفور متخافش ان هو يجيل اسهال الحاجة التانية كمان اللي بتقطر الاسهال في فصل الشتاء هو انك بتقطر من الخضروات الخضروات بيكون فيها نسبة مية كتير زي الجرجير وزي الجزر وزي الخيار والحاجات دي كلها بتبقى فيها نسبة مية كمان لما انت بتزود الجرجير يعني اديهم جرجير اربعة مرات في اسبوع او ثلاث مرات في اسبوع ده غلط بالكتير مراتين اتنين بس وبعدين ما تزودش الجرجير لازم تحطوا قدامهم بس كده ولقتين تلاتة ازا واحدكم شايفين كده انا بوريكم هنا اهمية سيرك الروباط لازم يكون عندك دايما سيرك الروباط ده علشان خاطر تأمن البيبان عندك انا بجبش اللي هو المشبك انا بجب سيرك الروباط وبقفل بيبان وكمان بحوط بيبان مهم جدا في كل حاجة على فكرة سيرك الروباط ده وتبوس تلاقي المسئة بدلا ما العليقة بتعيدها البلاستيك اللي فوق اللي بتبع معها تبوس تبقى وسع عليها وبتقع لأنا بعمل ايه بجيب سيرك الروباط ده وبربط المسئة وبتبقى جديدة وكويسة جدا زي ما حدكم شايفين القفز دوت فيه خمس بيبان خمس بيبان فطبعا العصافير الروز بالذات عندها مهارة فائقة في ان هي تفتح البيبان فطبعا انا هنا مأمن البيبان كلها وقفلها بسيرك الروباط لو حاكم شايفين اهي الاربع بيبان اللي فوق الصغيرين دول ماشي والباب الكبير نفسه كله بقفل بسيرك الروباط متكسلش برضو ان كنت تقفل بسيرك الروباط كل ما تيجي تأكل هتفتح السيرك عادي يعني انت بتقفلها بس بتلويها بس كده مرتين وخراس كل ما هتيجي تأكل بقى بتقولي ان كل ما اجي اكل هتفتح السيرك ايوه مش بادا اما العصفور يطير منك ده اقمن حاجة على فكرة واقمن من الماشبك لان الماشبك اللي بتباع في السوق اللي هو بجنيه ده ولا باتنين جنيه ممكن انت تنسى انك انت تقفل الماشبك وحصلت معي كتير والله يعني باقفل انس اقفل الماشبك وبصت هلاقي العصفور بيفتح الباب ومرة نتاية مني نتاية البينو كوكتيل فتحت الباب والله طارت بالطريقة دي واللي عنده مهارة جدا جدا كمان في ان هو يفتح الببان ويتير الروز يعني ما بيسدق الباب ما بيكونش عليه الامان بتاعه على طول يفتح الباب ويتير بشكركم متنانا من حضراتكم مشارك في القناة تفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته